السلام عليكم ورحمة الله مرحبا أعزائي التلاميذ درسنا اليوم هو أنجليز الثالثة الابتدائي عدنا اليونت ثري اللي هو الوحدة الثالثة الدرس الخامس طبعا هذا الموضوع موجود في الصفحة 46 عدنا موضوعنا اسمه موضوعنا اسمه يومي يومي ووصل عدنا هنا رح نحكي عن الراتين اليومي لما نستيقظه من النوم لحد ما ننام شون الأفعال والراتين اللي رح نسوي شون أهم النشاطات اللي رح نسويها فعدنا number one رقم واحد wake up أول شي يستيقظ من النوم wake up يستيقظ من النوم عدنا number two get dressed get dressed يرتدي ملابس هذا النشاط الثاني أو شي الثاني رح نسوي get dressed يرتدي الملابس عدنا number three eat breakfast breakfast يعني الفطور أو الريوق eat يأكل eat breakfast يتناول الفطور eat breakfast يأكل الفطور عدنا number four go to school بعد ما تناولنا الفطور رح للمدرسة go to school ذهب إلى المدرسة go to school عدنا number five eat lunch lunch يعني وجبة الغداء lunch eat يأكل أو يتناول تصير eat lunch يتناول الغداء eat lunch number six النشاط الثالث اللي نسوي هو watch يعني يشاهد tv تلفزيون watch tv عدنا number seven بعد ذلك اش راح نسوي read read يعني يقرأ a book كتاب read a book يقرأ كتاب read a book يقرأ كتاب وعدنا آخر شي نسوي هو go to sleep go to sleep هو الخلود إلى النوم أو الذهاب إلى النوم اوكي بعد كل هذه النشاطات اللي سويناها من لما استيقظنا إلى آخر شي هو الذهاب إلى النوم عدنا في صفحة 47 اللي هو listen and say the rhyme listen أصغي and say وقل rhyme مثل الانشودة أو الأغنية reams day يوم ريم خلينا نشوف يوم ريم شون راح يبدأ تقول it is the morning إنه الصباح it is the morning morning يعني الصباح wake up استيقظ get dressed أرتدي الملابس eat breakfast eat breakfast أتناول الفطور school pass هذه هي school pass تنتظر الحافلة عندنا it is afternoon afternoon هي فترة ما بعد الظهر أو العصر it is afternoon read a box read books يقرأ كتاب أو تقرأ كتاب say a rhyme تقول إنشودة أو أغنية eat lunch تتناول الغداء play games وتلعب لعب بألعبها أو لعبة وعدنا it is night time فترة الليل يعني بالليل night يعني ليل time وقت الليل brush teeth شنو النشاطات اللي تسوي هاريم brush teeth تفرش أسنانها تنظف أسنانها wash face wash يعني يغسل face وجه wash face يغسل وجهها close eyes اللي يعني تغلق عينها أو تغمض عينها وآخر شي go to sleep تذهب إلى النوم هذه النشاطات اللي تسويها ريمز هذا كل ما يتعلق بدرس الخامس من اليونت الثالث thank you so much and goodbye